بدأت الحكومة إجراءات السير في مشروع قانون ضريبة الدخل في المراحل الدستورية تمهيداً لإقراره حيث توقعت الحكومة بدأ العمل به مطلع العام المقبل وأرسلت الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل إلى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء حيث تم نشره على موقعه الإلكتروني بعد أن تم إقراره من مجلس الوزراء يوم أمس ودع ديوان التشريع والرأي المواطنين والمعنيين للإطلاع على القانون وإبداء ملاحظاتهم على مشروع القانون وبموجب القانون سيتم توسيع الشريح القاضع للضريبة بحيث أن كل فرد يصل راتبه السنوي إلى ثمانية ألاف دينار أي ستمائة وستة وستين ديناراً شهرياً وستة عشر ألفاً للأسرة أي ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً ستطالهم ضريبة الدخل في مشروع القانون الجديد كما أصبح عدد الشرائح القاضع على ضريبة الدخل خمساً بدلاً من ثلاث شرائح بالقانون الحالي